بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الإصحى الـ 42 فلما لقى يعقوب إن فيه أمحة في مصر قال لولاده أنتوا قاعدين تتفرجوا على بعض كده أنا سمعت إن فيه أمحة في مصر انزلوا هناك واشتروا لنا من هناك علشان نحيا وما نموتش فنزل عشرة من إخوات يوسف عشان يشتروا أمحة من مصر أما بن يمين أخو يوسف فيعقوب مرضاش يرسله مع إخواته لأنه قال يحسن يسي ومكروه في الطريق فجم أولادي عقوب اللي هو إسرائيل عشان يشتروا بين اللي جايين لمصر من كل العالم أصل الجوع كان في أرض كنعان وكان في الدنيا كلها وكان يوسف هو المسؤول الأول على الأرض وهو اللي بيبيع لكل شعب الأرض فجم إخوات يوسف وسجدوله بوجههم للأرض فلما رآهم يوسف عرفهم على طول لكنه تنكر ليهم وابتدى يتكلم معهم بجفاء وقال لهم أنتوا جايين منين فقالوا له من أرض كنعان عشان نشتري طعام فعارف يوسف إخواته أما هم فما عرفهوش لأنه في الوقت اللي هو سابهم فيه كانوا هم مكبار وهو صغير فطبعا هو عرفهم وعارف شكلهم أما هو فكان صغير فشكله تغير وطبعا ما كانوش متوقعين أبدا إن اللي قدامهم ده يوسف لكن في الوقت ده وهم ساجدين بوجههم على الأرض اتذكر يوسف الأحلام اللي كان حلم بيها زمان وحكها لهم لكنه بمنتهى الهدوء وده عكس طبيعته الأديمة لما كان بينقل كلامهم لأبوه لا دلوقتي بيتحكم في أعصابه وفي كلامه وما بيندفعش طبعا اكتسب الحكمة من حياة الألم والتجارب اللي شافها وقال لهم انتم جواسيس جايين عشان تتجسسوا أرض مصر فقالولوا لا يا سيدي احنا عبيدة جينا عشان نشتري طعام احنا كلنا ولاد رجل واحد احنا أمناء احنا مش عبيد جواسيس فقال لهم لأ انتم جايين تتجسسوا أرض مصر وخباياها عشان تعرفوها وتيجوا تحاربوها فقالوا احنا عبيدك 12 أخ احنا ولاد رجل واحد عايش في كنعان طب نقول لك تفاصيل أكتر احنا عندنا أخ صغير قاعد حتى مع أبونا هناك ولينا كان أخ رقم 12 وده مفقود فقال لهم يوسف نفس الكلام اللي انتم تكلمتوا بيه معناه ان انتم جواسيس أقول لكم ليه لان انتم ملكمش أخ صغير ولا حاجة عمل كده علشان هو مدبر خطة فكر فيها بسرعة وبحكمة قال لهم كده أنا همتحن انتم جواسيس وكذبين ولا انتم فعلا صادقين بالكلمة اللي انتم قلتوها دلوقتي وحياة فرعون أنا مش هسبكم تخرجوا من هنا غير بقى لما تثبتولي ان انتم ليكوا فعلا أخ صغير وتروحوا تجبوهولي هنا ارسلوا منكم واحد عشان يجيب أخوكم اللي هناك وانتم هتتحبسوا فيمتحن فعلا كلامكم كان صدق ولا هو فعلا حقيقة فوحيات فرعون انتم جواسيس وغيطلع اللي بتقولوا ده كذب وفعلا جمعهم للحبس ثلاثة أيام ثم طلعهم في اليوم الثالث وجابهم قدامه وقال لهم كده اعملوا لانا هقولوا ده عشان تعيشوا أنا إنسان خائف الله إذا كنت أمناء فعلا مش هحبسكم كلكم لكن هحبس أخ واحد منكم في بيت حبسكم وانتوا انطلقوا وخدوا قمح عشان ما جاعت بيوتكم لكن جبولي أخوكم الصغير اللي انتوا كلمتوني عليه عشان أتأكد إن كلامكم حق وما تموتوش يلا بقى روحوا وروني فعلا ليكوا أخ صغير ولا لأ وهتهولي واضح إن يوسف رق جدا وبدل ما كان هيحبسهم كلهم ويبعت ليعقوب واحد بس يجيب أخوه دلوقتي هيفرج عنهم كلهم لكن هيحبس واحد بس وزي ما شفنا قال لهم بسبب المجاعة يعني عشان تاخدوا أكل كتير تأكلوا بيها أولادكم وعائلاتكم الجعانة اللي هناك وعند الجزء ده ابتدوا يحسوا إن فيه حاجة غريبة بتحصل وحسوا بأدين ربنا اللي بتغاري الأحداث وبتحركها بشكل غريب فقالوا بعضهم لبعض إحنا فعلا كنا مزنبين لأخونا يوسف اللي رمناه في البير وبعناه فاكرين فاكرين لما شفنا ضيقة نفسه وما رحمناهوش ده قعد يقول لنا ارحموني وطلعوني من البير وإحنا ما سمعنا لوش عشان كده جاي علينا نفس الضيقة اللي إحنا حطناه فيها ودينا تحبسنا ثلاثة أيام ودلوقتي كمان هنروح من غير أخونا ساعتها قطعهم رأوبين بالذات وقال لهم مش أنا ساعتها كلمتوكم وقلتلكم بلاش تعملوا خطية بأخونا وإنتوا ما سمعتوا ليش قادي دلوقتي دموا بيتطلب مننا أكيد ربنا بيعوض فينا اللي إحنا عملناه في أخونا كل ده كانوا بيقولوا البعض ومش عارفين إن يوسف بيفهم اللغة العبرية بتاعتهم أصلي كان فيه تورجمان بيترجم اللغة بتاعتهم ليوسف عشان يباني إن يوسف ما بيفهمش غير المصري لكن طبعا يوسف كان فاهم لغتهم وعارف هما بيقولوا إيه كويس فحسب كده إن ابتدت روح التوبة تبتدي جواهم فبعد عنهم وبكى ثم رجع إليهم تاني وكلمهم وأخذ منهم شمعون وقيدوا قدام عينيهم وحطوا في السجن وهم اللي يرجعوا لبيت يعقوب عشان يجيبوا أخوهم غالبا شمعون كان أقصى واحد فيهم زي ما التقييد اليهودي بيقول وفعلا لو نفتكر القصة بتاعة الأخت ليهم اللي اسمها دينا شمعون ولاوي هم اللي راحوا يحربوا شكيم وموتوا الناس بتوع شكيم كلها فواضح إن شمعون كان كقلبه قاسي أكتر من بقية إخواته هو ولاوي والزيادة في الرحمة أمر يوسف إن تتملق أوعياتهم بالأمح مش بس كده قال للحرس بتوعه ردوا لهم الفضة بتاعتهم كل واحد للشوال بتاعه ودوهم كمان أكل زيادة للطريق فعملوا فعلا اللي هو أمر به فرجعوا بكده التسع أخوات ليوسف لأنه هما كانوا في الأصل لو نقصنا يوسف اللي واقف قدامهم وبن يمين اللي معي عقوب وشمعون اللي اتحبس يبقى فاضل تسعة فرجعوا التسعة وحملوا الأمح على حمرهم ورجعوا تاني لكنعان في السكة لما واحد منهم فتح الشوال بتاعه علشان كان عايز يجيب غزة للحمار بتاعه في المنزل أو في الفندق اللي قاعدوا فيه في السكة لقى فضته موجودة في الشوال بتاعه فقال لإخواته تتخيلوا أنا فضتي اللي أنا دفعتها عشان أخد الأمح رجعتلي تاني في الشوال فطارت قلوبهم وارتعدوا بعضهم من بعض جدا لأنهم حسوا إن ربنا ابتدى يشتغل معاهم ويردلهم كمان الفلوس لأنهم ابتدوا يقدموا توبة على اللي عملوا قبل كده مع أخوهم وقالوا بالفم الصريح إيه اللي ربنا بيعملوا بينا ده وبكده يبقى يوسف لحد دلوقتي نجح نجح إنه يزرع جواهم مشاعر التوبة ونجح كمان إنه يصالحهم على بعض عشان يبقوا إيدوا واحدة ونجح أخيرا إنه يصالحهم على ربنا ويحسسهم إن ربنا مازال بيعمل وبيشتغل رجعوا تسعة إخوات ليعقوب أبوهم لأرض كنعان وأخبروه بكل اللي أصابهم وقالوله اتكلم معانا الراجل اللي مسؤول عن الأرض بنوع من الجفاء وافتكرنا جواسيس الأرض فقلنا له إحنا بالعكس إحنا ناس أمناء محناش جواسيس إحنا إتناشر أخ ولاد لأب الواحد مفقود والصغير النهاردة عند أبونا في أرض كنعان قاعد ومجاش معانا فقلنا الراجل رئيس الأرض ده أنا لازم أتأكد أن أنتوا فعلا أمناءه مش جواسيس خلوا أخ منكم عندي هنا وخدوا اللي مجاعد بيوتكم وانطلقوا وطبعا ما قالوش ليعقوب أنه أيد شمعون قدام عينيهم وحطوا في السجن لأن طبعا ده كان هيحزن يعقوب جدا لكن اكتفوا أنه قالوله أنه حاش أخونا عنده لغاية وكملوا وأكدوله أنه قالوهم احضروا أخوكم الصغير إلي عشان أعرف أن أنتوا مش جواسيس لكنكم أمناء ساعتها أرد لكم أخوكم شمعون وترجعوا التجروا في الأرض بتاعتكم زي ما أنتوا عايزين وبينما هما يا دوبك بيخلصوا كلامهم وبيفرغوا اللي شويلة بتاعتهم لقوا سرة الفضة بتاعت كل واحد الشويل بتاعه فلما شافوا صرر الفضة عندهم هما وأبوهم خافوا جدا ده مش بس واحد مننا اللي عنده الفضة ده احنا كلنا الشويلة بتاعتنا فيها الفضة اللي احنا كنا دفعناها لكن يعقوب قال لهم أنتوا أعدمتموني الأولاد يوسف مفقود وشمعون دلوقت مفقود وبين يمين كمان عايزين تاخدوه كل ده هيحصل علي لكن رقوبين لأنه هو الأخ الأكبر قال لأبو أقول لك أنا أوعدك أني لو خدت بن يمين هرجعه لك أقول لك اقت الابني إذا ما رجعت لكش ببين يمين وشمعون لما رجعت تاني مصر سلموا لإدية وأنا هرد إليك فقال لهم يعقوب لأ مش هينزل ابني معاكم أخوه مات وهو وحده اللي باقي من ريحة رحيل زوجتي فإذا أصابتوا أزية في الطريق اللي انتوا رايحين فيها انتوا بكده هتموتوني وتنزلك شبتي للهوية بحزن وبكده حط يوسف كل الإخوات مع أبوهم في أزمة علشان عايز يعرف هيتصرفه إزاي بحكمة وبتضحية وهنشوف إنه فعلا هينجح هيقربهم كلهم من بعض ويزود محبتهم لبعض ويزود محبتهم لربنا ويخليهم يقدموا توبة كاملة قبل ما يعرفهم إنه هو يوسف وده بمنتهى الحكمة زي ما هنشوف بسم الآب والابن والروح الكدس الإله الواحد أمين في الإصح الـ 42 شفنا إخوات يوسف وهم بيقولوا البعض إن إحنا بسبب خطيتنا وزنبنا نحية أخونا يوسف زمان لما سمعنا في البير بيسترحمنا وإحنا ما سمعنا لوش إحنا دلوقتي بندفع التمن ودينا مرميين في السجن ثلاث أيام وكمان إحنا في ورطة مش عارفين هنتصرف بعد كده إزاي فابتدوا يقدموا توبة ويفهموا ويدركوا إن ده عقاب الله ليهم فالسؤال هنا هل ده فعلا عقاب لربنا ليهم الحقيقة بحسب الكتاب المقدس يوجد لفظة عقاب كثيرا والكتاب المقدس مليان بعقبات من الله للناس ولكن لازم نفهم كلمة العقاب لألا نسيء استخدامها لأن كلمة عقاب الله أو غضب الله يامت قررت في الكتاب المقدس زي ما بنقول ولكن لازم نفهم إنها غير ما هي عقاب عند الناس أو غضب عند الناس الله إنسانا فيغضب أيوة يعني ما بيغضبش زي البشر أمال إيه الغضب بتاع ربنا أو إيه العقاب بتاع ربنا العقاب بتاع البشر أو غضب البشر بيصحبه ميل للانتقام والتشفي والعصبية والغل الحقيقة عند ربنا ما فيش كده خالص العقاب عند ربنا ما بيكونش مصاحب بهذه الانفعالات البشرية لكن العقاب أو الغضب عند الله وإن كان أكيد موجود ومعبر عنه كتير في الكتاب المقدس لكن نقدر نصنفه نوعين النوع الأولاني نقدر نسميه العقاب الزمني أو الأرضي يعني هنا على الأرض والعقاب التاني اسمه العقاب الأبدي أو اللانهائي وده إلا ما بعد الموت طب نبدأ بالأولاني العقاب الزمني أو الأرضي زي ما اتفقنا هو لا تصحب انفعالات البشر من كراهية وتشفي وحقد وانتقام ولكن العقاب الزمني نقدر نحطه تحت عنوان تاني أكثر استساغة مننا وهو التأديب التأديب وده ما نقدرش نهمله حتى في حياتنا الأب يؤدب ابنه وكتاب المقدس قال كده قال أي ابن لا يؤدبه أبوه وكتديس بوليس قال إذا كان ربنا ما بيؤد بناش يبقى احنا عبيد مش ولاد وقال داود تأديبا قدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني فلفظة التأديب نقدر نقول هي دي اللي بتطلق على العقاب الزمني طب وهدفها إيه هدفها حاجة واحدة أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فهنا سمح مثلا بتأديب إخوات يوسف لكن محدش يتأذى في الآخر هم عشان يتوبوا وفعلا تأديب ربنا جاب نتيجة وما كانتش القصة هتكمل في هذا السيناريو الرائع اللي فيه كل الأفراد والأطراف هتتوب وهتكون في سعادة أخيرا إلا لو كانوا عدوا في النص بالتأديب لكن هنا عايزين نقول حاجة يوجد صفات لتأديب الله أولا تأديب الله ليس تأديب ربنا سيبه بشكل تلقائل نفسه يعني أي حد بيعمل خطية هتتردله على طول بنفس النوع لأ ربنا شخص كائن حقيقي يتعامل مع أولاده كأولاد فإذا كان التأديب هيفيدهم هيسمح به تحت عنوان ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا وساعات الإنسان لا يحتمل فربنا يقدر يخطبه بطرق أخرى يعني القصة مش تلقائية ورد فعل طبيعي لكن لازم ما نلغيش إمكانية وجودها ربنا بيستخدمها من أجل التأديب زي ما الأب بيقدب ابنه فأول صفة إنها مش من تلقاء نفسها لأ هي بتعدي على أبوك الحنين الأول فهو عارف بالضبط إيه اللي يسمح بيه وبأنهي قدر لو كان زي إخوة يوسف هيسمح بيها حبس ثلاث أيام بس يخليهم يتوبوا للأبد ويبقوا في السماء كمان من صفات تأديبات الله الأرض إنها بتكون بتمهل الله طويل الأناه جدا ولما يستوفى كل الطرق مع الشخص قد يسمح بتأديبه كمان هي بحب بمعنى إن يضى الله حنونة جدا لأن غرضه الأخير هو إن الإنسان يخلص زي أب سوي ومليان محبة نحية أولاده يوم ما هيعقبهم بعقاب لأنهم مثلا ما بيعملوش الوراهم من واجبات فبيكون تأديبوا ليهم بمحبة شديدة وبحنية لا يؤذيهم كمان يأديبهم بعض طول أناه طويلة وتحذيرات كتيرة وتفويت وتسامح كمان لو في عقاب هيبقى بنفس القدر أو أقل من الخطأ اللي حصل لأنه في الآخر عينه أنه يسند ولاده مش يكسرهم القديس بولس الرسول نصح تلميذ تيموساوس في تيموساوس الثانية اتنين خمسة وعشرين إزاي لما يجي يعاقب حد أو يقدبه من ولاده في الكنيسة يقدبه بنفس طريقة الله فيقول له في تيموساوس الثانية اتنين خمسة وعشرين مؤدبا بوداعة المقاومين عسى أن يعطيهم الله قوة للتوبة فيصطفيقوا من فخ إبليس يبقى التأديب بيكون بوداعة وبغرض التوبة فقط ولا غير فيا أحبائي ما نقدرش نلغي مبدأ أن يوجد عقاب الكتاب المقدس مليان عهد قديم وجديد ولكنه ليس كعقاب البشر لكن لي صفاته الخاصة بربنا وغرض وحيد وواحد هو توبة الكل وده يا أحبائي اللي يخلي الإنسان يخاف الله ويخاف من عقابه أيوة دي مش جملة غير مسيحية دي جملة مسيحية جدا الإنسان يخاف الله ويهابه ويخاف اليوم الأخير ويخاف من الموت الأبدي ولكن كما خافت الإبن من هيبة الأب وليس من شر الأب لكن لا نقدر أن نلغي أن رأس الحكمة مخافة الله ويوسف الصديق نفسه كررها هنا وقال أنا إنسان خائف الله ويوم ما مغلطش قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله داود النبي يقول سمر يا رب ما خافتك في لحمي ما خافت الله رأس الحكمة نوع تاني من العقاب الزمن الأرضي هو عقاب للناس الأشرار الظالمين لعلهم يرجعوا ويتوبوا عن أخطأهم بس كمان علشان يعطي لأولاده ثقة وإيمان فيه فيقول القديس بولوس في تسالونيك التانية لإصحح الأول آية 6 إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجزيهمهم أيضا ضيقا فيوجد عقاب لبعض الأشرار على الأرض وده من أجل تسبيت إيمان المؤمنين ومن أجل توبة الأشرار دول أيضا لكن ملخصا يوجد عقاب زمني يا أحبائي لكنه بقدر محسوب وبصفات خاصة جدا مختلفة عن عقاب البشر للبشر طب النوع التاني من العقاب هو إيه هو العقاب الأبدي أيوة طبعا يوجد عقاب أبدي النار المعدة لإبليس وملائكته زي ما قال الكتاب هيروح ليها بعض أحباء إبليس بعض اللي مشوا في سكته واستباحوا وعندوا مع الله واستوفوا كل أجرهم على الأرض بكل التأديبات والرسائل والتلميحات المباشرة والغير مباشرة اللي ربنا استنفذها معاهم حتى يستد كل فم أمامه ويغلب إذا حكمت أنا فربنا عادل ووجود ناس في نار أبدية وعذاب أبدي ده نوع من عضل الله أيوة لأن محبة الله تقتضي عدله ما ينفعش إنسان يكون ظالم وصارق وقاتل ومفتري ثم يساوى بالمقتول والمصروق والمفتر عليه فمن صلاح الله أن ينال النوع الأول عقاب وينال النوع التاني ثواب لكن برضو هنا عقاب الله لهؤلاء الأشرار كعقاب أبدي برضو مختلف عن عقاب الناس لبعضهم فربنا ليس بسعيد أو مصرور إن الناس الأشرار هيروحوا النار الأبدية على العكس تماما هو يريد أن الجميع يخلصون فوجودهم في العذاب الأبدي ليس ما أراده الله ولكن هو من أجل صلاح الله أن يكون هناك عدل فيوجد ثواب ويوجد عقاب لأن محبة الله تقتضي ذلك وده يا أحبائي اللي تقال في رمية واحد طبنتاشر لأن غطب الله وقادي لفظة غضب في العحد الجديد على لسان الكديس بولس معلن على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم يعني الإنسان المستبيح المصمم اللي يتوب اللي اختار بنفسه سكة إبليس غضب الله هيعلن على كل هؤلاء ليس من أجل التشفي ولكن من أجل صلاحه ليس من أجل نديق رطه ولكن لأن ده عدله على العكس الله ليس بمصرور أبدا على وجود أشخاص أو أناس في الجحيم إذن يا أحبائي يوجد نوعين كبار من العقاب العقاب الأول اللي اسمه العقاب الزمني اللي بنسميه التأديب وغرضه هو خلاص الناس وتوبتهم وده مش دايما رد فعلة القائي ولكن بضبط دقيق من الله اللي عارف ما يقول إلى خلاص أولاده تاني نوع من العقاب هو العقاب الأبدي وده خاص بإبليس وملائكته ولكن من يختار هذا الطريق فليس بحسب إرادة الله سيدخل إلى الجحيم ولكن من أجل صلاح الله لازم أن يكون هذا هو المصير نختم ونقول يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بصختك أرحمني يا رب فإني ضعيف اشفيني يا رب فإن عزامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا وأنت يا رب فإلى متى عد ونجي نفسي وحيني من أجل رحمتك